قانون الاحتكار وتفعيل قانون المنافسة أساسي في العملية التجارية صح إحنا برنامج اقتصادي صح ليه أنا استضفت حضرتك اليوم استضفت حضرتك اليوم لأنه رئيس اتحاد التجار خرج بتصريح خلال أيام الماضية يؤكد أن حالة الغلاء هي حالة عالمية وأيضا رئيس اتحاد الصناعات السيد حسين الخرافي أكد بأن حالة الغلاء للسلع المصنعة هي الخامات ارتفعت أسعارها طيب عندما ترتفع أسعار هل ترتفع على الكويت فقط ولا ترتفع على الدول المجاورة أم ترتفع على الكويت والحدود لا من هنا لابد أن نوضح هل تبريرات رئيس اتحاد التجار ورئيس اتحاد الصناعة تبريرات حقيقية ومؤكدة لابد أن يفهم المشاهد ويعرف حقيقة الأمر شوف التضخم العالمي يحصل ما ننكر لكن إذا بيعول على أن المواد الأولية هي ارتفعت أسعارها اليوم النفط ما زلت 29% نزل لي سلعتك المنتج اللي بايو كيميكل اللي موجود أو منتجات التنظيف كلها كيميائية تمام لماذا ما زلت أسعارها؟ أبي أعرف سلعة رجال لا راح يقول لك لا الدورة الاقتصادية على ما يوصل سعر المنتج الرخيص الحين على ما يتحول على ما يوصل لي عندي لي الحين ما وصل لحنا أنا سياري بالسعر العالي ولما يوصل ذيك الساعة يقول لك والله لا تغير سعر العملة ما عرفنا لك أنا أبي سعر يكون نفس السعودية شلون؟ المنتجات العالمية اليوم في السوق في الأسواق المحلية في الكويت بنسبة 90% تصنع بالسعودية بالمملكة العربة السعودية موفرة الأراضي الصناعية بأسعار رخيصة بخدمات فاتحة البلد للصناع حتى النقل اللوجستيك كله اللوجستيك أنزين هذا المنتج ليش يباع بالخفجي وحفر الباطن مع أن المسافة نتكلم لا تقل عن 500 إلى 600 كيلومتر من المصنع إلى هذا أقل المسافة يعني فيه شي جدة فيه شي رياض فيها ليش أسعارهم في الخفجي بالبقالة أرخص من الكويت حتى أرخص من السوق الموازي عندي في الكويت أنا لأسألك لي ها هناك في الجهات الحكومية المسؤولة عن البلد وتراعي مصالح الناس تتخذ قرار ما تسمح المجال أنك أنت تتلاعب بالسلعة يعني أنا الحين أروح المصنع الرقابة الرقابة موجودة هل إحنا نفتقد لرقابة في الكويت؟ سائبة العملية ما في رقابة ما في رقابة أروح أراقب والله أنا أخذ أروح البلدية أشوف شيء من الراف انتهت صلاحيته وهذا أوكي ما عندي شكار لكن إحنا بالكويت ماكو شيء اسمه قانون تحديد السلعة أول شيء في وزارة التجارة أو في قانون البلد كله سنكون واقعيين من يحدد سعر السلعة؟ التاجر أو من المنوط بتحديد سعر السلعة برغم أن سعر السلعة يحكمها لوجستيك وتصنيع؟ أنا أعطيك من الآخر إحنا اليوم في سوق هذا سوق تمام افتح السوق خل حركة العرض والطلب والمنافسة هي تحدد السلعة ليش مفاتح البلد؟ ليش مقفلها على أربع شركات خمس شركات هي محتاجة في السوق هل الجمارك فيها بروقراطية؟ بروقراطية؟ أعطيك مثال الحين أنت اليوم تيب شحن الجوي تبت تروح تستلم بضاعتك الشخصية أو أغراضك الشخصية أو أمتعتك الشخصية أو كانت قبل تحط طابع دينار تأخذه اليوم تدفع ثلاثين دينار ليش؟ لأنه يا أبو شركة هي الدير العملية والجمارك الجوي الموظفين الحكوميين قاعدين خسخصوا بمزاجيتهم نزلوا أنه والله تيجي شركة هي الدير العملية أنا بستلم جنطتي شحنتها بالشحن الجوي أدفع عليها ثلاثين دينار ليش؟ ما كانت قبل أدفع رسم للدولة دينار طبعا الدولة لها حصة الحين في هذه العملية بس ما انت ضرر المواطن أنت زدت السلع الخدمة من دينار إلى ثلاثين دينار كم بالمية؟ كم بالمية؟ مية بالمية؟ ثلاثة آلاف بالمية على المواطن على المواطن أي شخص يبي يستلم اليوم الباكيج ماله موجود في شحن الجوي يدفع طيب طمننا طمن المواطنين هل في زيادة قادمة؟ أنا إذا بطمن أقول لا ما في زيادات بس اللي الواقع لا الواقع لا 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 أكد لي أكد لي أو انفيني هل في زيادات في المرحلة القادمة؟ طبعا في زيادات لأن الشركات طالبة بزيادات ومقدمة للاتحاد كان تقريبا حجم الزيادة لا تقل عن 15% على كل السلع؟ على أغلب السلع أغلب الشركات الكبيرة اللي اليوم محتكرة السلع تبترفع السعر يعني مو معقولة تيجي شركات كل ستة شهر تبترفع سعرها زين أنا المواطن اليوم بالكويت في قطاع أين لجنة الأسعار؟ في فئة من الكويت أو قطاعات الوظائف زادت رواتبهم اللي 30% 50% 100% تمام في قطاعات ما زادت إلى 20% لكن الزيادة والتضخم اللي حاصل اليوم في الكويت على الكل حتى الموظف البسيط الوافد اللي ساكن هنا في الكويت وقع يشتغل وظيفة بسيطة 100 دينار أجار ارتفع مواد غداية ارتفعت ومواصلات ارتفعت أين لجنة الأسعار التي تحدد قيمة السلعة؟ والله إذا كانت موجودة قبل ووافقت على هاي زيادات الأسعار اللي فاتت والحين نفسهم كان رئيس لجنة الأسعار والحين صار رئيس الاتحاد اللي هو السمحان أحنا الحين قاعدين نراقب ونشوف أنت في لجنة الأسعار شنو رح تسوي بس أرد أقولك أحنا كجمعية نحدد لجنة الأسعار أو السعر اللي حنا نبيه بالأساس أنه كأنه شراع جماعي مو شراع جماعي بفعلي أنا أشتري من شركة مثلا مليون كرتون أو طن من البضاعة أحدد السعر هذه لفترة معينة المشكلة الشركات على طول صارت يقولك والله ما تغير السعر قريب يزيد تغير العملة اليوم بعدها تغيرت العملة اليورو نزل دولار ارتفع الحجة اللي ما رح تتغير إذن أنت تؤكد بأن هناك ارتفاع في الأسعار في المرحلة القادمة على الأقل في الفترة المتبقية من العام 2012 ما تقارب بـ 15% على كل السلع أو بعض السلع الرئيسية نعم صح؟ نأتي لسؤال آخر كما فهمت أن قانون التعاون قانون متعسر قانون لم يفعل حتى الآن رئيس اتحاد الجمعيات أصدر قرار في بداية تولية لرئاسة الاتحاد المنتخب جمع زيت الزيتون من الجمعيات التعاونية نعم السؤال شقين الشق الأول قانون التعاونات إلى عين الشق الثاني لماذا قرار جمع الزيتون من الجمعيات زيت الزيتون من الجمعيات بالنسبة للشق العمل التعاوني وعادة تنظيمة وتغيير القوانين هو صح أي عمل هو عمل التعاوني ناجح بنسبة 90% وفي أخطاء في تجاوزات نتكلم عن نسبة 10% القانون اللي قدم أول مرة كان ينسف العمل التعاوني يخليه يمشي في طريق جديد مو معلوم الاتجاه وين رح يروح من تشدد في الرقابة الروتين الزايد عملية التصويت مدة المجلس وهذا نحن مو ضد تطوير أي عمل بس ما نناخذه كجانب بس جانب الانتخابي أنت تبت نجح العمل ما هي قضية انتخابات اليوم يوسف موجود باشر عمد موجود باشر عبد الله موجود أو ما بيوسف وهو اللي ينجح فأغير قانون التعاون عشان يوصل واحد ثاني هذا هذا الدمار للعمل التعاوني إذا بناخذ الأحصائية العمل التعاوني ناجح 90% أغلب الجمعيات أنشطة الاجتماعية الخدمات الأسعار الأرباح هذا كلها ما الشيء وتوفير السلع والدليلة بالغزو وغيرها أبي أي غير غير كان مفروض أقعد مع التعاونين من الأساس هذا اللي احنا طرحنا فيه أنا ما بي أخذ دور المشرع قانون التعاون يحتاج إلى بعض التعديلات ولكن يجب أن تقوم هذه التعديلات بناء على توجيهات ومشاركة من التعاونيين في الجمعيات التعاونية ونحن لا نشكك فيه من قدم هذه التعديلات ولكن نحن نقول بأنه يجب مشاركة التعاونيين في تعديل القانون الحالي ونعتقد يمكن أهل مكة أدرى بشعابها لابد من أرض الموضوع على التعاوني المتخصصين حتى يبدو بوجهة نظرهم لا يعقل أن نأخذ وجهة نظر واحدة وهي وزارة الشؤون وأعضاء اللجنة ونبت في الموضوع ونرفع إلى مجلسهم والتصويت عليه أنا أعتقد ما فيه أنصى قانون التعاون يقرر سنة 1979 بعد مرور 31 سنة ما أعدل هو فقط قانون الانتخاب قلص عدد أعضاء مجلس دارة من 9 إلى 5 هل يعقل تدار الملايين من قبل 5 وإذا كان النصاب 3 هل تدار الملايين من قبل 3 أصحاب المهنة أدرى بخباياها وجود القانون في اللجنة الصحية ومرروا القانون بدون اللجوء إلى عضاء الاتحاد عضاء رؤساء الجمعيات ولكن بعد وقفة شديدة من رؤساء الجمعيات أعادوا تعديل القانون مرة أخرى لا لا هذا ما نعلم لا خلقوا لك الخطوات التي اتخذت القانون التعاون مقدم في اللجنة الصحية يعني من مجال السابقة وكل لجنة تحاول تعدل عليها وتسوي إضافات حسب ما هي ترى أو تضعه في أدراج المجلس لا لا ما حطه في أدراج المجلس هذا فاليصار قدم القانون إلى المجلس وتم التصويت عليه في المداولة الأولى بكل البنود اللي قدمت من اللجنة الصحية تمام بعد المداولة الأولى طلبوا أن يعاد إلى اللجنة الصحية ومن عنده تعديلات يقدمها وترتير اللجنة ويقدمونا للمجلس ليعادت تصويت مداولة ثانية ويكون الموضوع نهائي تمام عملية أنه كان خمس أصوات والتصويت حق ثلاثة تغير إلى تسعة وصوتين تم تعديل القانون لا لا ما صار تعديل لأن هذا اللي صار لحد الآن في اللجنة الصحية لم يقدم للمداولة الثانية على أساس يكون القانون هل أنت متفائل أنه يقدم قريبا؟ أنا خلق أقولك في مجلس 2012 طلع كلام أنه راح يعدل مرة ثانية وكانوا على أساس يشاورون تمام صار الاتصال بعد هم من رياض العثاني وعلى أساس هذا الموضوع كونه هو تعاوني فكانت ليه الحين على أساس هم يدرسون أكثر ويقدمون للمداولة الثانية لأن خلاص أنت متفائل أنه سينتهي في 2012؟ والله إحنا الحين خلنشوف إحنا المجلس موجود حكومة موجودة عشان أنا أتفائل أنا في عملية الغال أنا عملية ما نبيها بالسرعة أي تطوير أي قرار إحنا نبيه يكون مدروس لأنه بالنهاية هذا راح يمس المواطنين كلهم والوافدين سؤال سريع لماذا قرر رئيس الاتحاد جمع زيت الزتون من الجمعيات والله إحنا مثل ما شفنا اللي طلع التصريح أنا غير صالح للسهلاك الآدمي إذن غير صالح أنا الحين للموضوع هل هو بالفعل غير صالح؟ أنا أقولك أهل الأمانة إحنا لما طلع الخبر شلنا من الأرفوف على طول تمام وجاءنا من الكتاب والتصريح السمحان بسحبة لحد الحين مخاطبات ما جاتنا الخسائر كم في سحب الزتزتون؟ ما عندنا إلا هو الاتحاد هناك ما أعطنا بيانات أنا أتحدث عن خسائر الاتحاد في سحب الزتزتون من الجمعية خسائر أكيد بالألافات وطبعا أكيد لأنني أنت لما تحسب 54 جمعية وبتدخل هذا المنتج على كل الجمعيات التعاون إذن في خسائر؟ طبعا أكيد خسائر فلازم يحاسب من اشتري من اتفق والشركة هذه اليابت ومن المصنع ومن الوسيط؟ هل العملية كان فيها وسيط؟ هل العملية كانت مباشرة؟ أنت لن تعلم أنها فيها وسيط؟ ما عندي بيانات ما عندي معلومات لأنه ما أعطوني معلومات لا عندي أن أتهرب من هذا الموضوع لا لا وهذه القضية لما يصير أن الاتحاد إذا كان في صحي في أي قضية ثانية أنا بورد بضع ومنتج لازم يكون عالي الجودة وينافس ويكون بسعر مناسب لازم أروح حق المصنع بالضبط أنا عندي لجنة الاستيراد لجنة الأسعار أروح أقارن أروح أشوف وأبحث اليوم أنت الحكومة عطتك بعد أرتب تحط مخازن يعني إذا أنت كنت قبل تشتري عشرة طن اليوم لازم تشتري عشرين طن بالضبط عشان المخازن عشان المخازن بيعقوب كلمة أخيرة والله إحنا الحين بالموضوع التعاونيات والأسعار ورمضان قادم ما بيتكلم عنك دور الجامعية الجابريش تبسوا حق المنطقة إحنا نتكلم كلها بالنهاية أهل الكويت يعني إخوان في الحكومة وفي مجلس الأمة الرجاء الحار من أبنائكم التعاوني وهل الكويت فعلوا قانون إلغاء الاحتكار لأن هذا رح يفتح باب للمنافسة يعني ما في شخص واحد هو اللي يجيب السلعة كذا واحد يقدر يجيب السلعة فتصير فيه منافسة اللي في الأسعار تمام هذا رح يساعد مساعدة كبيرة في تخفيض أسعار السلعة في الكويت بالضبط الحقيقة في نهاية لقائنا يعني لا يساءنا إلا أن نحنا نشكر السيد يوسف داشتي رئيس مجلس إدارة جمعية الجبرية التعاونية شكرا بيعقوب وفي النهاية ضروري نؤكد على شيء مهم أن بالفعل تناغم الحكومة ومجلس الأمة